ومن أخبار الاقتصاد أيضاً أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بارتفاع جمعي للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 714.8 مليار جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو 3.7 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة فاصل 75% ليغلق عند مستوى 10434 نقطة كما صعد مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 9% لغلق عند مستوى 2290 نقطة وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة فاصل 10% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة